ما رأيك أنتم في موضوع الضرائب بالنسبة للمشاهير في ناس عندهم بوحي يعني يكلمون مع بعضهم عندهم تعاضي يعني يمتحنون الضرائب الموضوع بسيط ليش التدقيق الزائد وفي ناس يقول لك لو الله زين بالعكس هذا قانون وكل دولة عندها قوانين وهذا ينظم السوق ويفرز الجيد من السيئة وأنت ما رأيك أنت عبد الرحمن أنا لو تقولي الدولة اليوم الضريبة عليك 100% قلتم يعني ما راح تشتغل لا أنت عالي بساعد توقع بيقول كغير كذا لا بس أقصد أنكم عندكم رغبة في أنكم تتسمعون مع جماعة الضرائب مثلا تناقشونهم أنه ما عندنا مشكلة بس في الأمر هذا في كذا ولا شايفين أنه الأمور ماشا كويس الدولة بخص وعرف ما يملتفت الحقين السناب ويش السناب ويش عندهم من تتابع من المشهورات ما حنب لا سياسيقين ولا حنب لا لا هذا موضوع تجاري تنظيمي والتجاريين والتجاريين كلنا أبناء هذا البلد ونحب هذا البلد ونموت من أجل هذا البلد بالعكس حنا أتمنى أن مستنسيين على كل اللي يصير لكن ترى أننا لسنابين لهم حركة جميلة بخصوص الضرائب وش هي؟ يعني ما هم متأذين تأكد وش هي؟ حين تورطنا في السكنت الحين يقولون ويش ذلك الحركة بيروحون العبد الرحمن علمنا ذلك الحركة لا لا خلنا 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 الجمهور ينتظر سراحة خلنا الأمور طيئ لا عموما أبدا نتأكد خلنا بنكون واقعيا فلوس هذه مني نجاتك شهراتك مني نجاتك ووصولك للمكانة في المجتمع هذه مني نجاتك كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلها الدولة وخيراتها الوطن فأنت أخذ من خيرات الوطن حق الدولة أنك تحت ما أحد ممتعد ولا في أحد من مشاهدة سنابيين طريقة سنابيين ما أحد ممتعد بس على طريقة سنابيين خلها سرية طيب خلاص بس فعلا فعلا ترى كل المتضرر يمكن من الضرائب إلا المشهير مهم متضرر طيب شلهم طريقتهم خاصة نقول لكم ترفعون الإعلان وخلاص تخلصون لا هم طريقة طيب حاول بس طريقة فعلا فعلا يمكن ما يدفعون للريال الضريبة طيب لكن طريقة أعظمية يعني الشغل يدفع الضرائب يدفع الضرائب ملايقين أنا يمكن ثلاثة شهر أدفع الضرائب يمكن أحيانا توصل الملايين اشتركوا في القناة